اشتركوا في القناة 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 سيدات والسادة الحضور الكرام كل من اسمه وصفته ومكانته السادة الضيوف الكرام طيفات الكريمات ومضتلات ومعروفات ومشهورات تمنى لهم مقاما طيبا في هذا الاقليم وفي هذه الجماعة وفي هذه الجهة طبعا نحن سعداء أن نتواجد في هذه النسخة الأولى لهذا المهرجان التقافي التلموي الذي ولا شك سيكون بداية بداية لعمل نوعي في هذه الجماعة وفي غيره من الجماعات الأخرى كما أشار السود رئيس المجلس الإقليمي ترودان وترودان الشمالية معروفة ببعض المهرجانات التي أصبحت لها وقعها ومكانتها في الإقليم والجهة جماعة تلوجين جماعة تلومات جماعة تفينغول أدوم هرجانات أصبحت لهم إشعاء على الصعيد الإقليم نتمنى كذلك بهذه الجماعة بهذا المكتب المسيح الجديد الذي معظم أعضائه شباب ورئيسه شامل يقل حيوي يتحرك نتمنى أن يتوفقوا في أن يعيدوا لهذه المنطقة وهجها وقيمتها ودورها إسهاماً في تنميتها وتنمية ساكنتها طبعاً الاستثمار التعقافة هو ليس تضيع للمال أو ليس استثمار للوقت التالي كما يقال هو استثمار في الإنسان استثمار في الحضارة خاصة إذا كانت هذه المنرجانات فيها أرشطة متنوعة فيها معارض فيها إبراز للمنتجات المحلية المنسبية والشبابية فيها إبراز للمورود التعقافي فيها إبراز للمورود الحضارة وفيها محاضرات وأنشطة تذكر بالتاريخ لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل إذا لم نعي تاريخنا بإشراقاته وإحباطاته كيفما كان هذا التاريخ يجب أن نعي به لكي نعيش حاضراً ونؤسس لمستقبلنا إذا الجماعة ومكتبها اليوم على عاتقهم المسؤولية كبيرة للقيام بالأدوار الأساسية لهم من خدمات للمواطنين فك العزلة، الطرق، الإمار، كهربان لكن كذلك أن يستطمروا في بناء الإنسان فهذا دورهم وتسمح لهم اختصاصات بنص القانون نحن في الجهة طبعاً في المجلس الجهوي وجدنا أن الجهة كانت لها رؤية معينة في دعم هذه المهرجانة كانت تؤثر فيها القانون الماضي اليوم أصبحت طوانين جديدة للجمعة الترابية ومنها الجهة التي تعتبر تحتل مكانة الصدرة بنص الدستور الفلسفة دي المجلس الجديد دي الجهة في مثل هذه الأنشطة هو أنه يتجه لتقاسم الأدوار حتى يكون الأداء ويكون الأثر إيجاباً فإذا كان المجلس الإقليمي سيتكلف بالمهرجانات المحلية فإن الجهة تناغماً مع اختصاصاتها التي ينص عليها قانون تنظيمي التي في مجملها تتجه إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز الأنشطة الكبرى فإن في هذا المجلس التقافي ستتوجه لدعم مهرجانات كبرى على صعيد كل إقليم على صعيد كل أقليم ستة دي الجهة فبالفعل تأتينا عدد كبير من الطلبات إلى الجهة من طرف جماعات ومن طرف جمعيات لكن يصعب أن نلدي كل هذه الطلبات والتالي فالآن ما تقرر أو ما يمكن أن يتقرر في الجهة لأننا في الأسبوع المقبل إن شاء الله سنعطي الانطلاقة للبرنامج التلموي دي الجهة لغادي بناء طريقة علمية وإعطينا الخصاص اللي يقين في الجهة في كل ما يدين سواء اقتصادية أو اجتماعية أو التقافية أو الفنية وبناء على هذا المخطط يكون مبني على استراتيجية واضحة لمعالي من مهوض في هذه الجهة سنقرر أن ندعمه في كل إقليم مهرجانا كبيرا يبرز الخصوصية في كل إقليم من الأقاليم الستة التي تتميز بالتنوعها وغناها التقاطي والفكري والتنمر إذن نحن في الجهة مستعدون لتعامل مع المجلس الإقليمي لقياد بنشاط كبير رجان كبير يليقوا بإقليم تنودات وبثالث تنودات وبحضارة تنودات مرة أخرى حتى لا نستطيع عليكم نشكر كل من ساهم في إعطاء الاهتلاق لهذه الدورة الأولى لأن البداية صعبة دائما البداية تكون صعبة ولكن بعدها سيكون قريقة سالكة إن شاء الله لتحقيق مزيد من النجاحات ومزيد من المنجزات في هذه الجماعة وفي غيرها من الجماعات المحيطة بها حتى نكون عند حسن ظن المواطنين ونعطيهم حقهم في التنمية وحقهم في الاهتمام ونعيد لهم اعتبارهم لأن كانت السياسة الشيشوية كانت تهمل وتهمش الساكن البعيدة التي هي موجودة في عمق المغرب في جباله وفي قراءه وفي واحاته اليوم أصبح لزان علينا أن نهتم بتام المغاربة أينما كانوا المهرجمات من بيبخصوش يكونوا غير ترباة والضردة والقدير تاتي من أعرف أعطاء على قربة لحظة كل مهرجمات جميع المراتات دي المغرب حتى يستفيد المغاربة التاملة لأنهم كانوا من هذه الخيرات دي الفلد ديهم ومرة من أخرى نشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن شكرا لسيد محمد أوريش نائب رئيس الجهة عن هذه الكلمة يعني كلمة توجيهية أكد من خلالها ضرورة الاستثمار في الإنسان باعتباره عضو نائب رئيس الجهة مستعدة لدعم مختلف الغرامج والإهرجانات والأنشطة بإقليم تردت من أجل النهوض بالميدان التقافي باعتباره أداة مهمة لتنمية إنسان فكل من الأستاذ محمد أوريش سننتقل أيها حضور الكريم إلى كلمة الأستاذ الدكتور محمد أمدلوي من بحيفة ليتفضل المشكورة لسادة المدنين ولكل أطراف ولكل ضيوف المدينة سأتصرف بالحديث إليهم وربما عكستوا الأدوار أقول مرحباً لكم جميعاً لماذا؟ لماذا؟ لأنني إبن أتحمو عداد وداد من مرع الوات المصريوية لأنني أعجب بستمئة متر وليش حالنا فهنا مربعي وفهد السوق هذا أفورة ديالنا ولمنصد دياله كان في طمصد ديال بقية الأسوار ديالها من قائمة ولذلك ومن ناحية ديال العمر أربما أنا أنتبئ إلى أكثر معمارين أولا ولذلك أقول بإمكاني أن أرحب بكم وبهذا الشباب الذي تحمل اليوم سؤوليها لنغض بهذا نجي على مستوى السوس كان لطلق طولور يعني اعتصار ديال السوس كله وكان هاد بيرو هذا وإلى جانبه المحكمة الشرعية كان هو كذلك سلطة الإدارية والسلطة الشرعية وبالإضافة إلى المحكمة في طمصد كذلك والهيبة في طرف الناس الذين يعرفوا أهل العوينة وصفوه الذين يعرفوا ركيبوح الورصة تسمى الغراث كان في الزيتون كان في واحدة القرط ما يسمى القرط لأن الحمد الهيبة لما طلع الحمد الهيبة ما اسمه المراكش يعني رأى من هاد البقاء من هنا أزاز وقطع الواد وأزاز الميش أمارسي والغراث وطلع ماء وفتوت كان هذه القرط لأن الحمد الهيبة وكان المحلة ديالو هلي عفن لا لا من يطلع من يطلع ومن يرجع ماء العرش وكان المحلة ديالو في بلوصة دي كان اسمها الغراث وقدروا فيها الكاركور ديالو ما رأى أخوش باقي ولا أصبح ولا حد يوم أنا المامر صغير كانت ماء الكاركور دي محمد الهيبة هدي الحمد الهيبة وكيش عرفيه الشماء وبالقرب منه وكيسميه وكيسميه بار غريب لأنه يحب هذا المجران من المجرائيات الثالية ويستحق كان ورد في كلمات السماء السؤولين يستحق يعني أكثر أكثر وفعلا أنا لا أصبح مرة في السماء موكاوتة واحد مقاطعة اللي هي من ميسلمة هذي مقاطعة مردس عن مصطلحة ميسلمة 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 ولا هلوها هلوها تقول قطعة واللي كتبطفل ما؟ هلها كتبطفل ثم في الوعد مصري هذي كراف من الخمسيات ميانات كتبطفل ميانات كتبطفل هكذا كانت مراملات ما كتبطفل فيها حفار ترقع ولكن العرب ديالها والمصر ديالها مطغير لمدة ستين سمية لذلك فهذا نسؤولي الآن نرقاد هذا الشباب على على المؤسسات الجديدة لأن مؤسسات مؤسسات جديدة وعلى أقصة الجهة وفي نفس نقط لأن الوعد محلولها دافع وماشي إبداعي أن نحنا كنا نشوف هذا المتحاذر وما شكوه في الكلمة لأنه الحقيق لأنه ما كان هناك في المنسا تفضل لإخوة لسلحوا بي لأسلحوا بي لأسلحوا بي شكرا كذلك سنكون نذكر أن جمهور ومستفيدين ومشاركين مهرجان الليمون سيكونون في موعد مع الأستاذ الدكتور غدا إن شاء الله لمنى فعاليات برنامج هذا المهرجان صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب باسمي وباسمي مضيفين بالضيوف الكرام الوافدين من قريبين أو من بعيد استثناءا وللظروف سفر قاهرة سيقوم المنظمون الآن بإعطاء لوحة الكارير للسيد رئيس من جلس القليمي لتردنت مستاذ حميد البيجان شكرا شكرا إن شاء الله إذا بعدها بعد زيارتنا للمعرض المقام بموازاة مع مهرجان الليمون وبموازاة مع الصهرات الفانية التي ستواكب وستنشد برنامج هذا المهرجان نذكر أيها الفضور الكريم أن بعد زيارة المعرض سنكون في لقاء مع محاضرة الأستاذ مصطفى عمر البسلوتي تحت عنوان إبودار التاريخ والمجال كذلك سنكون في لقاء مع محاضرة الأستاذ عبد الرحمن بليلة تحت عنوان دور المجتمع البدني ملقعة لإشراف وتتبعات المحاضرات وشكرا للحضور الكريم وشكرا للحضور الكريم وشكرا للحضور الكريم 80 went out to the hall انتظار قريب نقدر قريب ِ انتظار قرارات الiman فاشترا للحضور kills ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة